السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة موعدنا مع الجزء الأخير من الدرس الأول الاتحاد الكيميائي نشرح النهاردة الرابطة التساهمية تنشأ الرابطة التساهمية غالبا بين ظرات العناصر اللافرزية لتكوين جزيئات عناصر أو جزيئات مركبات يبقى عندنا الرابطة التساهمية بتنشأ بين مين ومين بتنشأ بين ظرات العناصر اللافرزية لتكوين جزيئات عناصر أو جزيئات مركبات نشوف مع بعض كيفية تكوين الرابطة التساهمية هنا عند ارتباط ظرتين من عنصر لافرزي واحد أو عنصرين لافرزين هنا لا يحدث فقد أو اكتساب للألكترونات بل تشارك أو تساهم كل ظرة بعدد من الالكترونات مستوى الطاقة الخارجي لها مساويا لعدد الالكترونات اللازمة لاكتمال هذا المستوى فيتكون زوج أو أقصر من الالكترونات بيكون في حيازة كل من الظرتين يبقى هنا الرابطة التساهمية أول حاجة نعرفها إن هي بتحدث بين عنصر لافرزي واحد أو عنصرين لافرزين يعني تحدث إزاي؟ يعني تحدث هنا يقول لك لا يحدث هنا يقول هنا لا يحدث فقد أو اكتساب للألكترونات وما ليه يحدث؟ يحدث تشارك أو تساهم يبقى هنا بتشارك أو تساهم كل ظرة يبقى كل ظرة بتساهم أو تشارك بعدد من الالكترونات مستوى الطاقة الخارجي لها مساوي لعدد الالكترونات اللازمة لاكتمال هذا المستوى يبقى كل ظرة بتساهم بعدد من الالكترونات مستوى الطاقة الخارجي لها العدد ده بيكون مساوي لعدد الالكترونات اللازمة لإكتمال هذا المستوى فبيحدث هنا فبيتكون زوج أو أكثر من الالكترونات الزوج أو أكثر من الالكترونات ده بيحصلين فيه بيكون في حياسة كل من الظرتين زي ماحنا شايفين في الرسم التوضيحي يبقى الزوج الألكترونات اللي بيتكون ده بيكون في حياسة كل من الزرتين بعد كده بيحدث تداخل بينهم التداخل ده يؤدي لتكوين الرابطة التساهمية طب ايه تعريف الرابطة التساهمية الرابطة التساهمية هي رابطة كيميائية بتنشأ غالباً بين زرتين لعنصر لافلزي واحد أو لعنصرين لافلزين عن طريق مشاركة عن طريق مشاركة كل زرة بعدد من الالكترونات العدد ده بيكمل مستوى الطاقة الخارجي لها طب ايه وأنواع الروابط التساهمية عندنا تلات أنواع في رابطة تساهمية أحادية دي اللي بتتم بني زرات الهيدروجين ورابطة تساهمية سونائية تتم في يوزي الأكسوجين ورابطة تساهمية سلاسية تتم في يوزي النيتروجين وعن نشرح كل نوع بالتفصيل الرابطة التساهمية الأحادية التعريف بتاعها بيقولك هي رابطة كيميائية تنشأ غالباً بين زرتين العنصر لافلزي واحد أو العنصرين لافلزين بالاشتراك فيها في زوج واحد من الالكترونات تساهم فيه كل زرة بالالكترون واحد يبقى الرابطة التساهمية الأحادية أول حاجة هي رابطة كيميائية بتنشأ بين زرتين العنصر لافلزي واحد بعنصر لافلزي واحد زرتين منهم يحدث بينهم رابطة تساهمية أحادية أو العنصرين والعنصرين دي برضو لافلزين عن طريق ايه بالاشتراك في زوج واحد من الالكترونات الزوج ده بتساهم فيه كل زرة بالالكترون واحد وتمثل الرابطة التساهمية الأحادية بخط بين الزرتين المرتبطة زي ما احنا شايفين اتش بينها خط اتش وهذه الرمز بتاعها يبقى هنا يا رابطة التساهمية الأحادية بنرمز لها ايه بخط الخط ده بيكون بين الزرتين المرتبطتين عليك نشوفوا رابطة تساهمية أحادية بين زرتين العنصر واحد هنا بيقول لك وضح بالرسم التخطيطي كيفية ارتباط زرتين هايدروجين للتقوين حد ta هايدروجين اتش تون يبقى تحلل زاي السؤال هذا اول حاجة duyنا الهيدروجين اتش one يعني الهيدروجين فيه اليكترون واحد يبقى هنا عندك زراط هايدروجين موجب زراط هيدروجين فيه اليكترون واحد زايد زارة هيدروجين المستوى الأخير برضو فيه اليكترون واحد كل زرات بتشارك الحرب تشارك بالالكترون ده فيحصر بينهم هي رابطة تساهمية الزوج ده عيبقى مشترك بين الزرتين فنرسم الرسم ده كده دايرتين متقاطعتين ويتقاطع في الكترونين ونكتب هنا يا موجة بواحد وهنا موجة بواحد اسمه جوزي الهايدروجين H2 وترسم H وبعدك تكتب H شرطة H رمزية الربطة التساهمين الأحدين فهنا عيقول لك في الشرح تشارك كل زرة هيدروجين بالالكترون مستوى الطاقة الخارجي لها يبقى مستوى الطاقة الخارجي فيش غير الالكترون واحد بيحصل به الالكترون ده بتشارك به فيتكون زوج من الالكترونات الزوج ده بيكون في حيازة كل من الزرتين ليصبح مستوى الطاقة الخارجي لكل منهما مكتمل بالالكترونات يبقى الزوج ده بيكون في حيازة كل من الزرتين ليصبح مستوى الطاقة الخارجي لكل منها مكتمل بالالكترونات طبعا نجي نشوفه مع بعض رابطة تساهمية أحدية بين زرة عنصر وزرتين لعنصر آخر وهذا الشكل التوضيحي له هدي زرة عنصر ده زرتين لعنصر آخر أول حي يقول لك وضح بالرسم التخطيطي كيفية ارتباط زرة اكسوجين مع زرتين هيدروجين لتكوين جزء الماء اتش تو اوم فهي عندك الرسم التوضيحي الاكسوجين يحتوي على 8 الكترونات والتوزيع بتهم عيبقى 2 ستة اما الهيدروجين الاكترون واحد زين ما انا عارفين هنا ترسم انت زرة الاكسوجين موجه ب 8 أول مستوى على 2 المستوى الاخير يحتوي على 6ờ وعدها تقول زائد هيدروجين موجه ب 1 هنا زرة هيدروجين تحتوي على الاكترون واحد في مستوى الطاقة الخارجي وتستنتظل نفس النظام الاكترون واحد في مستوى الخارجي مثلا زرة هيدرجينğu وبص tér essa hiidrar worried يحدث بينهم ربطة تساهمية هنا المستوى الأخير لزارة الأكسوجين تساهم بإلكترون وزارة الهايدروجين تساهم بإلكترون فيتكون الزوج من الألكترونات الزوج يحصل به يبقى فيه حيازة كل من زارة الأكسوجين والهايدروجين ترسم دائرة التوزيع الإلكتروني للأكسوجين والتوزيع الإلكتروني للهايدروجين يتقاطع في إلكترونين يبقى جزء الماء اتش تو او يبقى بالشكل التوضيح اللي احنا شايفينه ويبقى الرابطة التساهمية اتش شرطة او شرطة هنا يقول لك تشارك زارة الأكسوجين بإلكترونين بينما تشارك كل زارة من زارات الهايدروجين بإلكترون واحد يبقى هنا عندنا الأكسوجين فيها ستة في مستوى الخارجي عايزة كام عايزة اتنين فهي بتشارك بإثنين من الألكترونات بينما كل زارة من زارات الهايدروجين بتشارك بإلكترون واحد ليصبح مستوى الطاقة الخارجي لكل منهم مكتمل بالألكترونات يبقى هنا عندنا الهايدروجين بيقى فيه اثنين والأكسوجين بيقى يحتوي على تمانية الستة الموجودة من الأول والأثنين اللي جولوا منين من الهايدروجين كل زارة تشارك بإلكترون واحد الربط التساهمية السنائية الربط التساهمية السنائية رابطة كيميائية بتنشأ غالبا بين زارتين لعنصر لا فلزي واحد الأكسوجين من الألكترونات تساهم فيهم كل زارة بإلكترونين تمثل الربط التساهمية السنائية زي ما احنا قلنا بخطين الخطين دول عايكونوا فين عايكونوا بين الزارتين المرتبطتين زي ما احنا شايفين او شرطتين اوم وهذه الرسم توضيح للربط التساهمية السنائية هنا زارتين بينهم خطين على اخدوا ربط التساهمية بين زارتين العنصر واحد اللي هو مين الاكسوجين اوتوم فهنا اقول لك اوضح بالرسم التخطيطي كيفية ارتباط زارتين اكسوجين لتكوين جزء اكسوجين اوتوم فهنا عندنا زي ما احنا قلنا الاكسوجين يحتوي على 8 الالكترونات استوزيع بتاعهم 2 ستة فهنا عندك زارة الاكسوجين زي ما احنا شايفين التوزيع بتاعها المستوى الاول 2 المستوى الثاني 6 زي زارة اكسوجين نفس النظام 2 ستة هيحدث بينهم ربطة كل زارة بتساهم ب 2 الالكترونين لتكوين زوجين من الالكترونات فهنا الزارة دي تساهم ب 2 وهنا تساهم ب 2 فيحدث بينهم الترابط زي ما احنا شايفين الرسم التوضيح لجزء اكسوجين اوتو يبقى تقول اوه شرطتين اوم هناها يقول لنا تشارك كل زارة اكسوجين بالكترونين accommodate electronين بتعود الزرة اولاسية وضاء اللي بتعود الزرة The get added الزوجين من الالكترونات الزوجين دولا بيكون في حيازة كل من الزرتين ليصبح مستوى الطاقة الخارجية كل منهما مكتمل بالالكترونات يبا الزوجين دولا اللي تكونوا بيكونوا فين في حيازة كل من الزرتين ليصبح مستوى الطاقة الخارجية كل منهما مكتمل بالالكترونات والشكل جزيء الأكسوجين بعد كده نشوف الربط التساهمية السلاسية الربط التساهمية السلاسية رابطة كيميائية بتنشأ غالبا بينه بالزرتين لعنصر لافلزي واحد أو لعنصرين لافلزين بالاشتراق في ثلاثة أزواج من الألكترونات تساهم فيها كل زرة بثلاثة إلكترونات يبقى الربط التساهمية السلاسية رابطة كيميائية بتنشأ بين مين بين زرتين لعنصر لافلزي من نوع 1 أو لعنصرين لافلزين بالاشتراق في ثلاثة أزواج من الألكترونات بالاشتراق في ثلاثة أزواج من الألكترونات تساهم فيه كل زرة بالثلاثة الإلكترونات يبقى كل الزرة تستيهم بثلاثة الالكترونات فيتكونيها ثلاثة ازواج من الالكترونات تمثل رابط التساهمية السلاسية بثلاثة خطوط بين الزرتين المرتبطتين زي ما احنا شايفين في جوزئ النيتروجين ان ثلاثة خطوط ان وده الرسم التوضيحي لجوزئ النيتروجين نشوف مع بعض رابطة تساهمية السلاسية بين زرتين العنصر واحد يجيك هنا سواء يقول لك وضح بالرسم التخطيطي كيفية ارتباط زرتين نيتروجين لتكوين جزء نيتروجين انتوم فهنا عندنا نيتروجين يحتوي على سبع الالكترونات التوضيح بتاعهم اثنين خمسة فعندك اول زرة من زرة النيتروجين المستوى الاول اثنين المستوى الاخير يبقى فيه خمسة الزرتين نفس النظام اثنين خمسة هنا كل زرة بتساهم بقام هنا ده خمسة عايز يوصل لثمانية يبقى تساهم بثلاثة وده يساهم بثلاثة فهنا يحصل ايه بيتكون ثلاثة ازواج من الالكترونات فهنا ده جزء النيتروجين انتو يبقى نقول ان تلاثة خطوط ان هنا تشارك كل زرة نيتروجين بثلاثة الالكترونات فيتكون ايه ثلاثة ازواج زي ما احنا شايفين واحد اثنين ثلاثة ازواج من الالكترونات الثلاثة ازواج دولا بيكونوا في حيازة كلا من الزرتين الثلاثة ازواج دولا بيكونوا في حيازة كلا من الزرتين ليصبح مستوى الطاقة الخارجي لكل منهما ايه مكتمل بالالكترونات يبقى ايه الثلاثة ازواج من الالكترونات اللي يتكونوا دولا عايكونوا في حيازة كلا من الزرتين ليصبح مستوى الطاقة الخارجي لكل منهما مكتمل بالالكترونات هنا أجيك سؤال علل واحد ينتج عن الرابط التساهمية جزيئات عناصر تقول لي لأنها يمكن أن تنشأ بنظرتين لعنص لا في لزي واحد طيب يجيك سؤال تنعلل ينتج عن الرابط التساهمية جزيئات مركبات فالإجابة تقول لي لأنها يمكن أن تنشأ بين ظرتين لعنصرين لا في لزين فهنا يجيك سؤال يقول لي قارن بين الرابط الأيونية والرابط التساهمية هنا الرابط الأيونية وهنا الرابط التساهمية الرابط الأيونية زي ما احنا قلنا في الدرس السابق بتنشأ بين ظرة عنصر في لزي وظرة عنصر لا في لزي أما الربط التساهمية بتنشأ بين ظرتين لعنصر لا في لز واحد او لعنصرين لا في لزين الربط الايونية بتتم بفقد او اكتساب الربط الايونية بتتم بفقد واكتساب الالكترونات اما الربط التساهمية تتم بالمشاركة بالالكترونات في الربط الايونية لا يمكن ان تنشأ بين ظرتين لعنصر واحد اما الربط التساهمية يمكن أن تنشأ بين ظرتين لعنصر لا في الزي واحد الربطة الايونية بتتكون نتيجة لتجازب الكهرب بين الايون موجب وايون سالب تتكون نتيجة ايه؟ لتجازب الكهرب بين الايون موجب وايون سالب أما الربطة التساهمية بتتكون بمشاركة كل ظرة من الظرتين المرتبطتين بإلكترون أو أقصر هنا عندنا في الربطة الايونية ينتج عنها جزئات مركبات فقط أما في الربطة التساهمية ينتج عنها جزئات عناصر أو جزئات مركبات وهذا الرسم توضيحي للربطة الايونية اللي هو كوريد السوديوم وده رسم توضيحي للربطة التساهمية اللي هو جزء اكسوجيد أوتو وبكده يكونوا صلنا معكم إنه الدرس النهار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سأصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته